وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو براه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ده الله بس قال الله خاطب البشر في سورة النجم قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى شو الكلام ده واضح كيف أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخر الآية يغال الله سبحانه وتعالى قال في سورة هود ذكر قصص الأنبياء مجموعة منهم ذكر قصة نوح عليه السلام ذكر قصة هود عليه السلام ذكر قصة صالح عليه السلام ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة هود لما ذكر قصة نوح عليه السلام في البدايات وجهتم القصة وذكر الغرق وذكر وذكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام ده الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى قال في سورة يونس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك تاني ذلك أعلم الغير دي صف له براو قال تعالى في سورة النهل ولله لا لغيره ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وقال تعالى عن نفسي في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ده الله سبحانه وتعالى يا أخ تقول لي بيعلم غيب فكيف فلان ويخش فيك وغيره